صباح الخير عزيزينا المشاهدين صباح الخير عزيزينا مشاهدي قناة الصحة والجمال صباح الخير مشاهدي برنامج كنوز الحياة معكم محمد سلطان النهاردة زي ما عودناكم في حلقتنا ما بتبقاش حلقة عادية تقليدية معانا النهاردة ضيف متعدد المواهب متعدد السيمات ضيفنا النهاردة جامد جداً ضيفنا النهاردة بيلقبوه بالدبابة ضيفنا النهاردة هو بطل مصر للسباحة أنا عادت أدور عليه كتير لأن اسمعت على نجاحاته في كل تخصصاته لأنه هو متعدد التخصصات عاوز أرحب بضيفي الدبابة زي ما بيقولوا عليه طبيب الغلابة طبيب الغلابة دكتور لوئي الصباحي أخصائي الجراحة العامة والتأهيل الرياضي وصباح الماسترز بالنادي الأهلي وبطل مصر السابق في السباحة المتخصص في الحجامة الدبابة دكتور لوئي طبيب الغلابة نورنا النهاردة أنا عادت ألف عليك كتير عشان أوصل نورنا دكتور لوئي دكتور لوئي إيه خصة الدبابة دي الأول مبدئياً وبعد كده نخشف تفاصيل الموضوع هو أنا كنت في شهر أربعة أيام الكورونا كنا شغالين كلنا في الطوارئ فحد من السطاف اللي هم العمال أو كده هو اللي أطلق علي الإسم ده لأن أنا كنت في الاستقبال ببقى مسيطر شوية على الحوالي أو حتى زميلي أو يعني الدنيا بتمشي زي الفل وكده تمام بس فهو اللي أطلق علي إسم الدبابة ده فجت في مخي على طول إيه الدبابة طبيب الغلابة ولزقت بقى مع الناس كلها أنا تصورت الدبابة في المدليات والنجاحات اللي أنت خدتها في السباحة أيوا أيوا طيب تكلمنا يعني عشان وقتين عشان إحنا عندنا أسئلة كتير جداً وتوعيدنا على الهوى أن إنت هتبقى معنا ضيف معنا إن شاء الله عايزين نعرف قصة السباحة الأول وبعد كده نخش في الطب والحجامة والتدليق ماشي عايز من بداية السباحة كلها من ساعة ما بدأت أنا بدأت السباحة من عندي وأنا عندي ثلاث سنين كنت الأول في نادي الشمس وبعاكية روحت النادي الأهلي ومن ساعتها بقى من نادي الأهلي وكنت متميز جداً من ونا صغير وكنت منتخب مصر دكتور لوهي دخلت منتخب مصر أوه من ونا صغير لحد سن 21 سنة وخدت بطولات أنا شفت المدليات وحاجات حدت بطولات كتير أوه وسافرت مع المنتخب ثلاث مرات يمكن إحنا معنا صور يا جماعة المدليات بتاعت تمام تمام أوه دكتور لوهي وهو تغير أوه آه ده وأنا عندي 11 سنة ومدليات وآه دي كانت أول بطولة ليه تمام تمام ودي بقى في الماسترز بقى دي كانت 2017 آه تمام ودي المدليات آه دي صورة مدليات كتير كتير ودي العداء معنا آه ببتقول له أي تمام انت بقى عندك موهيب كتيرة انت أصلاً بتعمل ماجستير في الجراحة العامة تمام آه بعمل زمالة بريطاني في الجراحة زمالة بريطانيا تمام ماشي هون إن شاء الله في بارت 2 خلاص في بارت 1 ولسه بارت 2 بقى إن شاء الله لسه في سبتمبر أو لما يفتحوا إن شاء الله آه لأنه قفلوا عشان الكوفيد تمام بس فأول ما يدخل إن شاء الله وهبقى ساعتها بقى توتلي هبقى يسمي في النقاب أخصائي إن شاء الله تمام ربنا وفاق بإذن الله آه نخش بقى في القصة بتاعتنا ماشي اللي هي تساؤلات الناس وتساؤلات كتيرة قوي ماشي موضوع الحجامة والتدليك نخش الأول في موضوع الحجامة أوكي أيه هي الحجامة يا دكتور لقايد بص الحجامة نوعين النوع الأولاني الوت والدراي هما فيه نوعين يعني الوت ودراي الوت دي اللي بسموها الحجامة بالتشريط الدرايلا هي الحجامة الجافة تمام الحجام بالتشريط هي لو هنتكلم عن نفس الإفكت هما الاتنين واحد يعني الوات والدراي هما الاتنين نفس الإفكت بالزبط يعني البيبرز والأبحاث اللي طلعت من أول 2016 بعد ما مايكل فيليبس اللي هو بطل عالم في السباحة وعملها من ساعتها طلع الأبحاث في الخارب عن الخمس سنين اللي طلعوا دول قالوا إن الاتنين نفس الإفكت بالزبط هما لإيه الفرق؟ الفرق إن أنا في التشريط بنزل الدم على طول بيبقى الدورة مفتوحة إنما في الدراي اللي هي الجفة بتبقى الدورة مغلقة شوي يعني الدورة مغلقة الدم نفسه مش بينزل لبقى بس فيه ناس بتبقى سايكولوجيكلي جاية أول ما بتشوف الدم بينزل آه ده هو ده العلاج هو ده الأباء بالزبط هي بتبقى مني سايكولوجيكلي بس لو هنتكلم عن الإفكت هما الاتنين واحد بالزبط أنا بفضل اللي أنا بشتغله أكتر اللي هو الدراي اللي هو الجف ليه بقى؟ لأنه هو أولا ما فيهوش كونتكت ببلد يعني ما فيهوش اختلاط بدم أنا مثلا شغال مثلا في المستشفى لقدر الله تشكيت مثلا وأنا بخايا أيا كانت ممكن أكون حامل فيروس بيسي أي إنفكشن أنا ممكنش عارف أنا كارير للإنفكشن آه طب تمام؟ فممكن غزب عني وأنا شغال أنقله للبيشنت بتاعي أو للرياضي أو أيا كانت فليه أنا أدخل نفسي في القصة دي خاصة كمان أنا بيجي لي بنات ممكن تكون عندها مثلا عندها أنيميا أنت حارك عارف أكيد معظم البنات بيكون عندهم أنيميا عشان الدورة أو كده أو الحاجات دي أو حتى فيه سباحين ما بيبوش واخدين بالهم من النتريشن بتاعتهم فبالتالي ممكن لو أنا نزلته كمية بلد لأنك بتنزل حوالي 250 ملي أو يعني بتنزل دم كتير فأنت ممكن يغم عليك أو كده فليه؟ والدراي بقى بيبدأ يباشر عمله على طول من تاني يوم يعني إنما الوات بيبقى هل كان شوية محتاج تغطية يتغطى ودفع وأكل وقصة كده طيب أنت عارف طبعا أن تاريخ الحجامة معنا تاريخ من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وفي ناس بتعتقدها سنة وفي ناس بتعملها كسنة وهي يعني ولا مفيد يعني آسف مش مضرة تمام؟ بالعكس هي ممكن يبقى فيها بعض الإفادة لبعض الحالات بالمناسبة أنا عايز أعرف دور الحجامة في الأمراض المزمنة كالضغط، الشلل، السكر، واجع المفاصل والفقرات والتهاب المفاصل والفقرات الحاجات دي، هل الحجامة ديها دور علاج يا دكتور في الموضوع ده؟ بص هكلمك، الموضوع ده مهم جدا أنا آسف لمقاطعتك لأن في ناس كتير قوي ملاكس كتير قوي بتقول إن الحجامة يعني بتقضي على أمراض كتيرة قوي تمام؟ فأحنا عايزين نعرف صحة المعلومة دي بما إنك أخصائي في الموضوع ده بص الحجامة هي أداة أو تقدر تقول عليها هي تول بتساعد على إن الإنسان أو الجسم يبقى في حالة أفضل إنما هي مش بتعالج هي بتدي temporary effect يعني بتدي يعني effect مؤقت جدا ممكن يقعد مثلا أخر أسبوع مثلا أو يومين ثلاثة depends على الحالة اللي أنت جايري يعني مثلا أمرأ الناس اللي عندهم ضغط عالي إنت لو إنت شرط حضرتك بسا هتيجي تشرط أو كده إنت أوكي إنت فكرة التشريط هتنزل دم طبيعي طبيعي إنت ضغطك لإن فيه pressure على الأرتريس بتاعتك فطبيعي قريدي إنت ضغطك هيقل شوية فإنت هتحس إن الhypertension بتاعتك أو ضغطك وطي وتحسنت وفل طب إنت هل إنت علقت القصة دي هل إنت خدت أدوية ميديكال أصلا تساعد من جوه سيستيمك يعني من جوه أخدت ولا لا لازم اللي اتنين يبقوا شغالين مع بعض وأنا أنا بحب جدا أنا بفضل أن إنت تروح تتبرع بالدم مرة كل مثلا تحت شهور أو مرة كل ست شهور أفياد لك مئة مرة من إنت تعمل مثلا وات كابنج اللي هو الحجامة بالتشريط ليه؟ لأنك هتنزل 500 ملي دم وهتاخد حاجة تانية يعني هتاخد اتنين هتاخد حاجتين أول حاجة هتاخد سواب إن أنت تنقذ مريض أوكي تاني حاجة إن أنت هتفقد 500 ملي بلد وده طبيعي البون مارو اللي هو أنه خيار الشوك بتاعك هيبتدي يصنع ميجا من السلز اللي هي الخلايا أنا عندي نسبة التغلط عالي جدا في الدم عالي جدا هل ينفع تبرع وانا عندي الكيس دي أنا في الكيس لأ ما هو أنت لما بتيجي تتبرع بيسألوك بياخدوا كده شيط كده لازم بقى عندك كذا عندك أمراض عندك بداء يعني دي مش لكن هي مش علاج هي مساعد مساعد برضو من أسئلة الناس يعني إحنا لما عملنا إعلان إن حضرتك هتيجي تشرفنا إن استقلت الناس عندي على الصفحة بتاعتي في ناس كتيرة أوي معتقدة إن الحجامة لها تأثير في حاجتين في الضعف الجنسي وفي الإنجاب يعني اللي عنده ضعف جنسي دي بتقوي جنسيا وفي قصة الإنجاب هل الكلام ده برضو صحيح؟ أنا في ناس كتير أوي سألتني في القصة دي معرفش ليه هم مواغدين الموضوع كده بس سواء أنا هقول لك حجم لأن الموضوع معلش سامحني في بعض الناس بتتاجر بيه متاجرة يعني فوق الوصف أنت كلما الكالتر أو كلما بتروح أماكن نائية أو كهكذا بتلاقي الموضوع ده زايد والناس بتلأسف الناس بتتحك على الناس غير مصقفة بالموضوع ده يقول لك ده أنا هعالجك بالحجامة لا هي الحجامة مش بتعالج و هي ممكن تساعد بص الموضوع الضعف الجنسي ده أنت عارف الضعف الجنسي يعني ما عندهش الإيركشن بتاعه ضعيف شوي الانتصاب بتاعه ضعيف أنت فيه أماكن بتتحط عليها الكبيات هنا هو عند العانة تمام بتحط الكبيات هتزود لك السيركوليشن بتاعت الدم يعني تضفق الدم وعكذا فممكن تساعد على الانتصاب ممكن إنما ما أقولش إنها بتعمل بتعالج بتعالج زي مثلا السلدنافيق اللي هو الفياجر هو بيزود البلوت فلو للأماكن دي فبالتالي الإيركشن يبقى تمام بس فإنما هي مش بتعالج لا واللي يقول غير كده بيبقى بيضحك على الشخص التاني ومسلا الناس اللي بتجي لي موضوع الجاوب الإنجاب الإنجاب لأ ما لهش علاقة خالص ده أنت بتروح لدكتور يا نيسا يا بتاعت تخصيب أي أن كان أنت بتروح له هو ده اللي بيعالج فعلا تمام بس هو مين لي ميديكال تريتمنت علاج طبي طيب نرجع تاني بقى الموضوع الحجامة وعلاقتها بالتدليج يعني أنت برضو من ضمن مواهبه يا جماعة والسكيلز بتاعته أنه هو أخصائي تدليج هم مسمييني الجولدين فينجرز ده أنت مسميينك كتير قوي ده أنت مسميينك الدبابة والطبيب الغلابة وجولدين فينجرز يعني انت واخد كل الأرقابة دكتور طيب إيه علاقة الحجامة أنت عامل كده هارموني بين اللحاكتين مدخل الحجامة مع التدليج تعمل حاجة كويسة قوي للرياضيين أكتر والسباحين بشكل تخصصي بقى لأنه أنت كنت سباح بص الحجامة ليها دور والمساج لي دور المساج بص أي رياضي أي رياضي سواء سباح أي أن كان كورة أي علاقة لأنه بيجي لي من مختلف الرياضات بس ميلي طبعا السباح لأنه أنا مشهور أكتر في السباح التدليج ميلي بيوش أوت اللاكتك يعني زي بينظف العضلات من اللاكتك لازم بيجري اللاكتك من العضلات فاللاكتك أسد اللي هو الحمض اللاكتيكي ده اللي بيخلي العضلة نفسها هل كانت تعبانة حاس أنه عنده صور مصر حاس أنه هل كانت تعبان حاس أنه جسمه مكسر ده اللاكتك هو اللي بيعمل كده فالتدليج بيساعد على أن اللاكتك ده يمشي بقى في الدم وبعد كده يبقى ينزل آه بالضبط ينزل فده الشخص اللي بيجي لي فبشل من عنده الجزء ده يجي دور الكوپنج اللي هو الحجام الحجام أو يعني بيسموه برا كوپنج أو كسات الهواء أو أي أن كانت الكسات دي بتتحط على أماكن معينة مين لي؟ البيج مصرز اللي هي العضلات الكبيرة تمام؟ الكوبية دي بتعمل نوع من التروم مع صورة أو فيديو للموضوع الكبينج ده لو سمحتم فيديو أو صور ماشي ماشي هيبقى معانا للوقت فاضل له ماشي يا مكتوب نيوتري لايف كلينيك آه نا ماشي فاضل آه كنت كن وصلنا فيه آه بيجي دور الكسات دي الكوبية دي بتعمل نوع من الترومة يعني كادمة الكادمة دي آه أي كادمة في الجسم البلوك فلوك دم المتضفق بيبقى رايح معاه وصاحب معاه الإميونيتي اللي هي المناعة بتاعتك فأنت لو عندك أي التهاب عندك وجع في العضلات عندك أي حاجة الإميونيتي بتاعتك المناعة بتعالج القصة دي معانا صورة الكابينج جميعا جميعا آه لأ ده كانت من الحاجات اللي هي بيقولوا عليها ده أول ما بدأت خالص دي الكسات يا دكتور راي آه أنا بستخدم الإزاز دي آه والكسات اللي هي البلاستيك دي وده سبق صغير من تغير آه من عشان بشتغل جميع الأعمار هتلاقي السن صغير كبار كبير آه احنا شفنا الصور آه البلاستيك دي بستخدمها في التشريط لأنها ديسبوزبل لازم تترمي على طول نعم الإزاز دي اللي بعمل بها على طول الدراي آه دي كوت الشفط بتاعتها بتبقى قوي قوي يعني الإزاز آه قواتها أكبر تمام بس فنوع الكادمة دي أو المناعة بتاعتك أول بتلعب دورها بعد كده أول ما بتشيل بقى الكاس تبتدي الاندورفنز انكفلنز هما المخدرات الطبيعية بتاعت الجسم تبتدي تتفرس في جسمك فتبتدي تحس بقى بالرليف آه بس هو ده كانت دور فأنت بتاخد سينرجيستيك إفكتي يعني إفكت التدليق وإفكت الكوبهات فالسباح أو الرياضي بيطلع من عندي يعني واحد تاني جسم جديد آه زي ما بيقوله وكده آه عمرة جديدة آه عمرة جديدة آه تمام طب إيه سيد إفكت بقى يعني أنا لأخ عمل موضوع الحجامة ده أوكي ماشي كان بيشتكي من كان عنده جلطة في رجله بيشتكي من ظهره ومش عارف ايه ومكده عمل حجامة التشريط دي عنده واحد مش دكتور طبعا أوكي بس حد ممارس في الموضوع آه بعديها مثلا حس بارتخاء في جسمه أو ألم في جسمه كله وحس بنعاس شديد ونم فترة طويلة جدا وحس إنه هو منهك آه ماشي وأنا كنت معي في الجلسة دي ونزل دم كتير جدا لأنه كان مش دراي كانت وات آه ونزل دم كتير جدا ودم تحس إنه هو مش لون طبيعي لون غامق شوي فإيه صيد إفكت بقى بتاعة الموضوع الحجامة هو مين لي مش صيد إفكت بس هو طبيعي الإحساس اللي هو حصله ده إحساس الخمول ده لأنه هو فقط نتريشن جامدة جدا في البلد أنت عارك عارف البلد بيبقى فيه الغزاء بتاعك وكل حد فكون إنه هو يفقد كمية بلد طبيعي طبيعي لازم يبقى هل كان ميت يعني جسمه تعبان جدا ينامله بالـ 18-16 ساعة بعدها عشكا بقول لحارك فكرة إن الدراي والوات إن الوات بعدها الإنسان بيأخذ مثلا أو الواحد اللي بيجي لي بيجي بيعضله مثلا يومين أجازة طب ليه الدراي يدوبك تاني يوم بيبشر عمله على طول هيا دكتور بتدي نفس الفعالية أو نفس الريزلت اللي إحنا بقى عايزينها ومن غير ما تفقد نتريشن طب إزاي بقى يعني دي التانية إحنا بنخرج الدم دي إيه اللي بيحصل بتمشي في المصار الطبيعي بتاعتها وتبقى إكسكريت دي عادي بقى في الغدد اللينفوية وهكذا وبعد كده تبقى إكسكريت بره الجسم بقى بس وبتاخد حوالي نص ساعة أو ساعة بكتير قوي فإتس مور سيف وما فيهاش اختلاط بدم يعني فيها مزايا كتير وفيه ناس كتير بتيجي مثلا تقول لي لأ أنا عايز الدراي مش عايز وات وفيه ناس طبعا سايكولوجيكي بتبقى جاي عايزها أنا عايز وات طيب بالمناسبة دي برضو بيقولوا إن بتعالج بعض مشاكل البريود أو الدورة الشهرية عند السيدات اللي هو عندها اللي هما بيبقوا عندهم أحيانا خلل في الدورة أو الدورة ما بتبقاش بانتظام أو الكلام أنا كنت عايز أصلا نتكلم في النقطة دي إنها الحجامة من لي مفيدة أكتر عند الراجل لأن الست قريدي بتدخل في المينستوريش اللي هي الدورة الشهرية ده زرد ده هو عملية أصلا تنظيف طبيعية ربنا عملها لها فهي قريدي بتنظف نفسها بنفسها الراجل بيبقى محتاج القصة دي عشان هو كمان يطلع كل السموم بتاعته أو أيا كان أو يجدد الخلايا بتاعته البلوت سيلز وكل الكلام ده موضوع المينستوريش ده أو إنها بتحسنه مفيش كلام أوي واضح عن القصة دي أو مفيش بيبرز طلعت أكدت موضوع إنها بتحسن الريجولاريتي بتاعت المينستوريش اللي هي بتاعت الدورة الشهرية كمان فمفيش كلام أكيد بيقول القصة دي طيب إحنا عايزين بقى نقطة مهمة جدا إحنا قلنا طبعا ما بتعليقش شلز ما بتساعد تساعد إن انت تبقى مع الأخصائي الدكتور اللي هو المعالج بزرح هي مينلي ميديكال تريتن آه كمان عايزين نخش بقى في قصة تانية مهمة جدا الحجامة والكوفيد ناينتي آه ده حريك بقى أقول لي بقى قصتك معا ماشي الحجامة والكوفيد ناينتي طبعا أنا جالي جالي كورونا وجات لي بشكل قوي جدا وقعدت في العاية شهر تقريبا وكنت بموت زي ما أنا قلت لحضرتك أنا أصلا جسمي بيعمل بيعمل تغلطات كتير حريك أصلا ماشي على عدوية سيولة طبعا وعدوية ضغط وكتير فإحنا عايزين نعرف هل الحجامة دور مع كوفيد ناينتيم دي نقطة ناينتيم تانية أنا قريت لك البحث في أحد المواقع الأفريقية تمام عايز أعرف البحث ده نتعامله في إيه البحث ده كان على كوفيد تمام عايز أعرف البحث ده نتعامله على إيه وعلاقة الحجامة بالكوفيد هل ممكن تساعد إلى حد كبير حتى بعد يعني لو بعد ما المريض تعافه هل ممكن تساعده لأننت عارف طبعا إنه بيبقى فيه لسه الأجسام المضادة بتبقى لسه موجودة في الجسم وهو بيبقى أرضة أكثر للموضوع تاني وكده فكلمنا في النقطة كلمك الأول عن عن البحث البحث بتاعك الأول وبعد كده نتكلم ده كان بيبر كنا عمل لها أول ما بدأت الكوفيد السنة اللي فاتت في شهر ثلاثة وقعدت معنا سنع بلا ما اتنشرت وكده طبعا مع أستاذ زيتي دكتورة شايماء جعفري أستاذ الميرو عندنا في الأصر العيني ودكتورة ماروة رشاد على الصحة العامة ودكتورة رتيبة ده كان أصلا بالناقش الموضوع كان سترس كوبينج مع الكوفيد ناينتين خاصة وسط الدكاتر إنه إحنا كنا الموضوع بانديميك والناس الآن وخاصة الدكاتر هم اللي في وش بالظبط هنا ساعتها أنتو الجيش الأبيض آه فكان ساعتها الموضوع إزاي نتعامل معاه يعني إزاي نقالل للسترس بتاع الكوفيدسة دي فجات لنا الفكر ونشرنا الموضوع والحمد لله تنشر في مجلة كورتايل 2 كمان يعني حاجة قوية يعني بس فنيجي بقى الموضوع الحجامة والكوفيد هي زي ما قلت الحريك إن الحجامة قردي بتزود الإيميونيتي أو بتساعد الإيميونيتي وبتزود البلوت فلوت ده من المتضفق لجسمك كله فبالتالي ممكن تساعد حاجة بسيطة إنما مش هيبقى برضو علاج أنت مين لي هتبقى ماشي على البروتوكول العلاجي أو هتاخد الفكسين أو أيا كان الحاجات دي وممكن جنبها إلى جانب تعمل عادي كابنج أو تعمل الحجامة ممكن أستغلك أستغليم سؤال شخص أوكي أنا قريدي طبعا أنا كنت عايز أعرف قصتك مع الاثنين أنا عندي مرض مزمن وهو الضغط أوكي تمام وعندي جسمي فيه تغلطات هو كده ومعنديش أمراض في الدم ومعنديش أي حاجة بيكون جلطات بشكل مستمر مستمر وبشكل قوي جدا ماشي على أسبرين أو أي حاجة من الحاجة دي ماشي على حاجة أكتر من كده شوي تمام القصة بقى دلوقتي جالي كوفيد طبعا زي ما قلتلك قعدت شهر في البعاية المركزة وكنت أموت مرتين كنت تقريبا دوري يعني بكوح دم وكده القصة دلوقتي في المصر تمام أنا جالي طبعا سجلت وجالي المصر بس سألت لأصدقاء زيك كده وناس أسدت أسدتها في تخصصاتهم وأسدت جراحة وأسدت تغدير وأسدت أوعية دموية نصحوني أن أنا مخدوش تمام وخصوصا الاسترزينكا لأنه أكتر بيكون جلطات أكتر ودي أصلا عندي فهتعمل لي مشكلة فالسؤال بقى اللي هو أن أنا عايز أستغيل لك في ده كل دلوقتي كل الناس المفروض أن هي بتاخد المصر أنا متخوف أخدو لأن أنا طبعا شفت ربنا ما يوري لحد عانيت معاناة فضيعة طب ليه ما تاخدش مثلا السينافارم أو اللي هو الفاكسين الصيني ما أصلا أنت جايلك أنت ما تعرفش اللي جايلك آه أنت أصلا مش آه وأنا قدمت أنا برضو لسه مش عارف بس لسه ما أنت ما تعرفش والتكنيكا اللي مش هيقول لك المصر فأنت ممكن تاخد المصر لإسترازين كمصر تروح أنت بقى تجي لك جلطة في أي حاجة أنا جات لي قبل كده جلطة في المخ وجالي شالها نصفي وقصة كم فأنا متخوف من التجربة دي تاني والتجربة الكوفيد تاني لأن تجربة مريرة في تعبها فأنا خايف يهيني الأعراض دي تاني يا والساد إفكت بتاع المصر خايف أعيشه تاني فأنت تنصحني أنا بإيه أو تنصح حد من المشاهدين في حالتي تنصحه بإيه هو من لي لو حريك ماليت كنت المفروض بتكتب أن حريك عندك مثلا مرض مزمن أو عندك قريدي الحاجات دي فبالتالي هما ساعتها لما بتيجي تاخد اللقاح أو تاخد البكسين هما ساعتها أكيد هيتعاملوا مع القصة دي أو هيقولوا لك لا ما تاخدوش أو هما هما اللي هيقرروا ساعتها اللي بيدوا الفاكسين أنا مختلف معك شوية دكتور لأن الواقع بيبقى مختلف هو المفروض ده اللي بيحصل للمفروض لكن الواقع مختلف يعني انت عارف إيه؟ تعالوا أنت أسمائك جاية في الطيب اسمك رقم بطاعتك تمام خشد ولا بيبص على ملف لا مش بيبص أصلا على الهيستري على الهيستري ولا بيبص على حيات فممكن يديك أسترازينكا مثلا تموت حاجة زي حالتي تأجل أنك تاخد الفاكسين أنا ما أجل أنا جايلي أفضل من شهر 4 أنا والدي برضو أنا والدي أفضل مغير سمعهم في القلب وشوية حاجات كتير مش مخليه ياخد الأسترازينكا مش عشان هو لا أو علشان أنا أخايف عليه أو لأنه هو بيسبب لحد ما يطلع حاجة أحسن أو حاجة أجدد ما بتعملش إحنا حالات مختلفة يعني أو إحنا حالات بيقولوا يعني إحنا حالات خاصة أيه أيه اللي عندهم أمراض زينا كده بيبقى حالات خاصة شوي فالخوف من الموضوع بيبقى أصعب عندنا شوي صح لكن هو طبعا إحنا بننصح الناس كلنا أنها تأخذ تأخذ الفاكسين طبعا إلا لو عنده بقى مشكلة ما هتمنعه بالضبط دينا كده فهو يعني إيه يستنى شوية لغاية لما يشوف الحل للمشكلة الأول وبعد كده فيه كتير شركات كتير أول تبقى شغالة على أمصال كتير جدا وأكيد فيه حاجات وأنا أسمع أن رئيس وجه مبارح فاكسيرا أن هي تتطور من أداءها وتبقى شركة عالمية كمان يعني تنتج أدوية وتنتج لقاحات وكده طيب نرجع تاني لموضوعنا يا دكتور إيه الموانع بقى زي حالتي كده يعني هل أنا حالتي حالتي الصحية بتمنع من التعامل مع الحجامة أو إيه الموانع اللي بتمنع البني هذا من هو يتعامل مع الحجامة هو من لي لو أنت جاي لي علشان عندك ميديكال كوز يعني ما تقوليش مثلا عندي ارتجاع عندي ابني عنده شلل ابني عنده صدع نصفي ابني عنده مش عارف إيه لو أنت جاي عشان حسن ده حيعالجك لا ما تجيش أنا بقول لهم من الأول لا ده مش بيعالج ده لأن فيه أولئة أمور بتتصب بي تقولي أنا ابني عنده صرعة ابني عنده لا هو ده مش حيعالجك عنده كهرباء آه عنده كهرباء عنده قصة دي ده مش علاج لا ده مش علاج هو هيساعدك بس أن أنت تبقى أحسن شوي يعني خاصة الحاجات اللي فيها عندهم صدع عندهم ضغطة عندهم الحاجات دي دي ممكن تساعدك لأنك بتفقد لد ساعتها يعني أنبارح جاي لي حد عنده 57 سنة عنده صدع نصفي بقاله فترة عملت له القصة دي حاس أنه هو أحسن شوي بس وهو أريدي كده كده ماشي على علاجات أريدي بس فهي ما تجيش تقولي تبقى على الكيس يعني مثلا فيه اللي عندهم جرد اللي عندهم ارتجاع عندهم أي حاجة من الحاجات دي برضو مش هيعالجه أو مش هي يعني لا مش حتى مش هيساعد على العلاج هو هيبقى حاجة ماشية باراليل للعلاج الأصلي بتاعه دكتور انت وانت في سنة ستة كلية ألفت كتاب اه اه ايه هو بقى تفضل لفيت على كل حاجة عنده يا فن مش لازم الضيف بتاعي لازم أذكره كويس الكتاب اللي أنا كنت عامله ده ده كتاب كنت عامله أصلا لزميلي واللي كانوا أكبر مني في الامتياز اللي عايز كان يسجل مثلا كيسز أبحاث أو أيا كان هو الكتاب ده عبارة عن هم ورقتين متقررين في الكتاب كله فيه هستري كامل في كل الأسئلة اللي ممكن انت تتخيلها اللي تسألها للمريض عشان فيه ناس من كتر الضغط أو من كتر الناس أو من كتر العيانين اللي بيشوفهم ممكنين سيسأل سؤال مهم ويبقى هو ده محور المشكلة اللي عند العيان اللي قدامي فكاد فكرة الكتاب إن أنا حطيت له كل الأسئلة اللي هو يعني اللي ممكن يتخيلها في الكتاب ده عشان ما يفوتوش أي حاجة هو جنبها بيعلم صح مثلا عنده مشكلة في العين عنده مشكلة مش عارف ايه وهكذا وفي الآخر بيدي بقى الكومنت بتاعه الأخير أو العلاج بتاعه أو أي أن كان ويستخدم كمان الناس اللي عايزة تعمل أبحاث أو كده إنها تتابع تعمل يبقى عنده كيس ريبورت مثلا بيسجل مثلا ميت حالة أو كده في نفس الكتاب ده جميل طيب عايز أتكلم شوية عن السباحة أتكلم ماشي عايز أعرف السن المناسب اللي يبتدي منه السباح طبعا من اللي يبتدي من الطفولة سن كام الحاجة التانية ايه هي الحاجات اللي ممكن تمنع الطفل أو الشاب من السباح حاجات مرضية حاجات مرضية نشي خلينا الأول اسن المناسب وبعد كده أقول لي بقى ايه الحاجات اللي تمنع السباح أو الطفل أو الشاب إنه هو اكتشف عنده مرض اكتشف عنده ايه الحاجات بقى دي إذا عايز الموانع الأول لا ديني السن الأول طيب السن عادي أنا مثلا أنا نفسي بدأت أتعلم السباح لأنه أنا عندي سن 3 سنين ده سن طبيعي جدا بعد كده الحد سن 8 أو 9 سنين بتفضل مكامل تدخل اللي هي النجوم بتاعت السباحة وتتقيم وهكذا وتبتدي تدخل بعد كده تجهيزي عند سن 10 سنين وسن 11 سنة بيبقى أول سن للبطولات بس فأنت ممكن تقدر في السنين دي كلها بقى تتعلم كل الوانع بعد 11 سنة فيه ناس بتدخل السباحة متأخر بس طبعا عبال السباحة لعبة صعبة مش سهل إنك تتعلمها وتبقى متفوق فيها حتى اللي بيبدأوها من بدري مش كلهم بيتفوقوا فيها في اللي بيسيبها على طول في اللي مش بيكمل فيها كذا بس هو طبعا ممكن تتعلمها في سن أكبر شوية بس مش هتبقى أو يعني مش هتوصل قوي لحاجة أنت يعني مش هتبقى بطل قوي مش عايز أقول مش هتبقى بطل إن عادي فيه ناس الكونسب ده بس بتبقى حالات نادر بيبقى هو مثلا متميز عنده فليكسبيلتي كويسة عنده عايز يبقى حاجة بيستمر في التمرين استمرارية في التمرين دي حاجة شيء يعني حاجة ذهبية الاستمرارية الاستمرارية يروح كل يوم كل يوم ما يفوتش تمرين ده حاجة يعني تودي واحد تنقله من مرحلة لمرحلة تانية خالص بس فهو يستحب إنك تبدأ بدري زي الجنباز مثلا من فعش تعب جنباز في سن كبير ده بياخدوا الولاد اللي هم صغيرين من سن سنتين أو ثلاثة لو جاب أربعة ما يدخل اللي يقول له خلاص انت مشين فأنت تخل فريق بزرط طيب إيه الموانع بقى؟ الموانع لو أنت مثلا عندك يعني هقول إيه مشكلة مثلا زي فيه سباحة كانت بتيجي عندنا العيادة عندها مشكلة مرض في الدم هو مش مرض في الدم يعني معدي لا هي عندها حاجة في المناعة بتاعتها أو حاجة في النخاء الشوكي بتاعتها بتخلي عندها أنيميا حادة جدا فطبيعي هي أنت بتبزي المجهود بتبزي المجهود فما ينفعش تبقى أنت الهيموجلوب بتاعك قليل وبتلعب اللعبة دي اللعبة دي فيها بتلعب أنايروبك وايروبك اللي هو في التنافس أو غير التنافس أو هكذا طبيعيا أنت محتاج الهيموجلوب لعشان يشيل أكسجين وكصة دي فلو عندك مشكلة طبعا في الدم أو مشكلة قلبية لأنه أنت بتطمب جامد جدا البلد بسرعة وقتنا في أول الحلقة عشان وقتنا خلص وقتنا في أول الحلقة نلسة هشرفها معنا نلسة ما خلصناش كلامنا أوكي وبشكرك جدا أنا بشكر حضرتك معايا ربي يا خليك واستفدت أنا شخصيا كتير قوي وأرجو أن أستاذ المشاهدين معنا يبقوا استفادوا معنا عندنا أسئلة كتير قوي هتكمل معنا إن شاء الله في حلقاتنا الجاية شرفتنا دكتور لواءي سعداء بيك دبابة جولدن فينجرز طبيب الغلابة دكتور لواءي شرفتنا ربنا يخلي حضرتك شكرا لكم أعزائنا المشاهدين وتحياتي محمد سلطان معنا في برنامج كنوز الحياة شكرا شكرا لكم